طيب نكمل الأخبار مع حضراتكم كان في بعض الأمور الخاصة باللعبين داخل نادي الزمالي كنت بتكلم عليها في أنك الفترة الجاية هتعمل إيه عندك لعيبة أنت جيبتهم مثلا في يناير زي محمود شبانة مثلا اللعب من ساعة مجيء ملعبش تقريبا في ظل كمان أزمة موجودة داخل دفاع نادي الزمالي هتعمل فيه إيه بقى السنة دية محمود شبانة الرجل جايل عقود بقى وعروض من أندية في مصر طبعا هو كان موجود في سموحة قبل كده وكان يعني بالنسبة له اللعب أهم شيء للعيب الكورة هو جيه كان بيلعب في نادي جيه قعد في نادي الزماليك ملعبش خالص هو ما استفادش به نادي الزماليك ولا هو استفاد شخصيا بالتالي الأندية سوابها للاتحاد أو سموحة بيطلبوا محمود شبانة كواحد من اللعيبة اللي في وقت محتاجينهم هل نادي الزماليك هيوافق؟ أعتقد أن من خلال أسوريو في الفترة اللي فاتت هو أخذ القرار أن محمود شبانة مش هيبقى موجود السنة الجاية يتم إعارضه بالتالي ده برضو جزء خاص به لاعب جيه وما استفادش به نادي الزماليك بعد طبعا طلب نادي الزماليك برجوعه مرة أخرى إلى نادي الزماليك طيب أشرف بن شرقي والحديث عليه كتير مش فقط في نادي الزماليك مش في نادي الزماليك فقط أيضا بيراميز يعني مرة نادي الزماليك هيرجع أشرف بن شرقي والموضوع بيتنفي ثم بيراميز ده هو بيخش في الموضوع وأيضا إدارة بيراميز بتنفي وده كله ليه؟ لأن الجماعة فلوسه كتير الراجل بياخد يعني فلوس كتير في الجزيرة يعني في الجزيرة الإماراتي بياخد مبلغ وقدره هل هيتنازل لأشرف بن شرقي أصلا مش في نادي الزماليك عشان الأمور دي الفلوس الحلوة دي الراجل هيرجع مصر عشان ياخد مبلغ أقل من اللي بياخده هناك أعتقد طبعا شيء بيبقى صعب على بعض الأندية في مصر بالرغم من بيراميز من أكتر الأندية في مصر بتدفع مقابل مادي لكن برضو بيتكلموا فيه المقارنات لأنا مقدرش أدفع المبلغ ده لأشرف بن شرقي أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي يعني بيقترب من الرحيل عن البنك الأهلي بالرغم يعني إن كان فيه تأكيدات من الإدارة إن لأ ده مش هيحصل أبو جبل مكمل مع البنك الأهلي